ترأس صاحب السموء الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر لكضيبية في بداية الاجتماع رفع المجلس التهن والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى المبارك سائلا المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على جلالتها أيضه الله وعلى أبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات بعدها نوه المجلس بجهود وزارة الداخلية والجهة المعنية وإسهاماتها الفاعلة في مكافحة المخدرات وتبني المبادرات التي تحمي المجتمع منها وتوعية والتوعية بمخاطرها وذلك في معرض التنويه باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ثم رحب المجلس باختيار مجلس وزراء الإعلام العرب لمدينة المنام عاصمة للإعلام العربي 2024 مؤكدا أن ذلك يأتي في سياق اهتمام المملكة بتعزيز وتطوير مختلف مسارات الإعلام والثقافة وتوفير أجواء محفزة على الإبداع الإعلامي بعدها تابع المجلس ما تم على صعيد تنفيذ توجيهة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس وزراء بطول الله بإقامة الفعالية والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية حيث شكر المجلس في هذا الصدد القطاع الخاص والمطورين العقاريين على دورهم في الشراكة مع الحكومة لتوفير الحلول الإسكانية المبتكرة أمام المواطنين واتطلع من خلال مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على تنائج المعرض حيث بلغت نسبة الحجزات في مشروع سهيل الإسكاني بالمعرض 93% بعد ذلك أكد المجلس أهمية الحفاظ على الاستقرار في روسيا الاتحادية بقيادة الرئيس فلادامير بوتين بما يحفظ الأمن للشعب الروسي الصديق والاستقرار الإقليمي والعالمي ثم وفق مجلس الوزراء على تعديل دورية نعقاد الاجتماعات العتيادية لمجلس الوزراء خلال شهري يوليو وأغسطس لتكون مرة واحدة كل أسبوعين اشتركوا في القناة بعدها قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن خطة سوق العمل 2023-2026 التي تستهدف خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل وتعزيز إسهامات القطاع الخاص فيه إلى جانب تنمية الاستثمارات في المملكة بما يسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن ومواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تقديم خدمات التوثيق والتصديق ببعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج بما يعزز الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من الخدمة مذكرة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بشأن استراتيجية هيئة جودة التعليم والتدريب 2023-2026 والتي تستهدف تعزيز التأثير الإيجابي في السياسات الوطنية للتعليم والتدريب بما يحقق الأهداف المنشودة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع حماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإنشاء الفريق الوطني للمعلومات والسكان والذي يهدف إلى متابعة المؤشرات والمعلومات الوطنية التي تعكس وضع وأداء مملكة البحرين في التقارير العالمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بالإحصائيات الديمغرافية مذكرة لجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم حول منح مملكة البحرين صفة شريك الحوار في منظمة شانجهاي للتعاون مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة مذكرة لجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على أربعة اقتراحات برغم مقدمة من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علما من خلال التقريرين الوزريين المرفوعين من أصحاب السعادة الوزراء كما يلي الزيارة الرسمية لسعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى الجمهورية الفرنسية نتائج المشاركة في قمة الصحة لمجموعة السبع ومجموعة العشرين